مل الصوت واستمتع يا باشا ليكو ليكو الديجي بلاش 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 مرحبا يا مجتمع الجيمر كيف كون انا نعيم من قناة نيمو الفيديو تبعنا اليوم لح احكي لكم عن بعض الاسرار يلي صارت بحفلة ماجر ليزر شو صار فيها وليش شي كانت سريعة ومملة وبطاطا وابو كلب الحفلة كانت فهلا احكي لكم كل شي عنا لهي الحفلة وشو صار فيها من اسئلة الاسئلة اللي كتير من الناس عم تقولة فازأ انت اول مرة عند تشاهد فيديو على القناة ياريت تشتركوا تفعيل زر الجرس وحط لايك للفيديو اكتوب كومنت حلوك ولو عجب عليك هذا المقطع انشروه بين اصدقائك كل الدعم باقتين مشوا بنيمو تسعة ويلا مع بعض متل ما شفنا رحنا الحفلة صارت معنا يوم السبت يلي هو بتوقيت الرابع صباحا بتوقيت السعودية والساعة ثلاثة بتوقيت مصر انا ما بعرف ليش حكيت فصحة بس عم جرب حاليا فهدول هنا الاوقات اللي صارت فيها يوم السبت يلي هو بعد منتصف الليل عالفجر صارت الحفلة صارت كثير قليلة وهي عبارة عن شو كان انه بيطلع واحد من عاملين بالفورتنايت او بابك جيمز بيحكي عن الحفلة انه حتصير لايف شو هي عرض مباشر هاي وكذا الساكل بيحكي فيها انه استمتع وانجوي ما في الشي يعني بيحكي فيه انا نزلت عندي بالقناة الحفلة كاملة لو انت حابب تشوفها بس في عدة اسئلة انقالت بهذا الموضوع السؤال اول انه ليش هذا الحفل صار وليش هيك بسيط كثير وغير ممتع وابوكلب والسؤال الثاني اللي صار انه هل كان الحفل فعلا لايف يعني هذا الحفل كان فعلا لايف ولا كان عبارة عن انه تسجيل وخلصنا وهيك والسؤال الثالث وين الحقيبة اللي احنا لازم ناخده بعض العرضة اللي هنا نوعدونا فيها شركة ايبك جيمز وما اخدناها بعض ما حضرنا الحفل وانا باين معي هذا الشي لما انا سجلت الحفلة ونزلتها على اليوتيوب كمان ما اجتني لا حقيبة ولا شي بتشوفوها باخر الفيديو فلا انا لاحقلكم هدول الاسئلة وحكلكم كم قصة عنو هو السؤال اول انه ليش هاي الحفلة صارت هاي الحفلة يا شباب صارت مشان هنن عم يحضروا لشي جديد قادم بلعبة فورتنايت ايبك جيمز عم يتحضر لشي خرافي جدا وضخم جدا بس ما لاح يكون مثل ترافيس كوت يعني انه حفلة صارت ومسجلة وخلص لا بدا تكون لايف يعني بدا يكون شي لايف بس مباشر متل ما صار بحفلة هاي الحفلة اللي صارت معنا مبارح هاي الحفلة اللي صارت viv وديجي كان مواف إن شاء الله عم يقولوا إنه بنهاية السيزن هاد أو بداية السيزن الجاية لحد الآن مو معروف أنا بتوقع إنه لحياخد وقت هذا الشي لأنه هلأ حالياً صفيان شهر للسيزن الثالث ومن هلأ عم يعملوا تست على السيرفر أو عم يعملوا تجربة على السيرفر هذا التحديث يعني من قبل بشارع عم يزبطوا تحديث السيزن الثالث فمعناتنا هيك حفية لايف وهيك شي لحيكون لحياخد معنا وقت كتير فبس هذا هو الغرض من هاي الحفلة وليش صارت هاي الحفلة معنا والسؤال الثاني إنه هل كان تلايف فعلاً كانت لايف هاتول اسئلة الناس كلة هياتا عم تسألة يعني أنا هاد اللي لاحظته فأنا حبيت أحكي لكم عن هاي الحفلة وأحكي لكم الأسئلة اللي انسألت وجاوبكم ياها يعني فهل كانت الحفلة لايف فعلاً إي الحفلة كانت لايف وماجور لازر كان لايف عم يعمل أغاني لايف كأنك كأنك قاعد بمكانك دي جي وكامل أعنتي مسار فيه دي جي وهذا كان لائف النار بالمئة السؤال الثالث وين الحقيبة letzten dir ما هي الحقيبة المح points ساعدها هالهم حقيبة لهم قيلوا عليكم شخصة هذه الحقيبة وان لا اجنحها ايام ايت لك هاي الاجنحة عليها الخاص بي ن simonald Namyk اللي قالوا عليه علي الم vaccinated ليش الحفلة ما كانت عنها من سنتين ب validated بعض الايلท Aurad لأن كانوا حفلة عن عليهم ولا اي شي ام تحكوا عليها لما غيروا الايتم شوب تبع يوم السبت بعد بساعة كانت الحفلة يعني غيروا الايتم شوب نزلوا الو نيوز الاخبار نزلوا صورة الحفلة فيعني قبل بساعة واحدة منزلين الخبر تبع الحفلة بشكل رسمي باللعبة فما اضع لفلش هاد الحفلة هيك عملو فيه وما عرضو زيادة وما عملو عليه اعلانات بتوقع بس مشان انه يكون هادا مجرد تجريبي وما في شي ولا هو ممتع ولا هو شركة فورتنايت ما اعتمد عليه انه هيك مجرد ترفيه وعم يجربوا الطور اللي جديده ام يجربوا يعني ملايف لانه في حفلة خرافية قادمة انه في فورتنايت لايف هي اكتر الاسئلة اللي انسألت والسؤال الاخير اللي انا لاحظته انه هل في اعادة لهي الحفلة لا صديقي ما في اعادة لهي الحفلة مع الاسف انا ما قدرت نزلكم فيديو احكي لكم في عن هاي الحفلة قبل بيوم لانه انا الصراحة ما كتعرفان الخبر وما كتعرفان التوقيت بالزبط انا الشي ممتأكد منه ما بحكيه ابدا معروف عندي هاد الشي بالقناة فبس هدا هو الحفلة ما رح تنعاد بتمنى يكون عاجبك الفيديو عرفت شو هي الحفلة هاد هيك فيديو بسيط مشان لكم شو هي الحفلة وشو اللي صار بالحفلة وكل شي عن الحفلة تبع ميجر ليزر وترقبوا ان شاء الله الحفلة الجاية اللي حتكون خرافية متل ما حقوا فورتنايت انه هاد الشي تجريبي ولايف تجريبي شركة فورتنايت هيك قالت بشكل رسمي مو من عندي او من عند حد فبس هدا هو مقطعنا بتمنى يكون عاجبك وصفات تب معلومة لا تنسى اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس كتب عم بالعاية مشوب نيمو تسعة وبرعاة الله اشتركوا في القناة